ومعانا سؤال من السيدة أم محمد سيدة أم محمد أيوة دكتور صدري الحمد لله بخير الحمد لله دكتور أنا لما بعوش حاجة من قولي يفتح بيقول إيه حاضر 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 لحاجة من الشخصية بتاعتني لي أنا وفي بعض حاجات للبيت يعني في حاجة قسرت من البيت عايزين نجيبها حاجة قسرت نجيبها منزنات يعني حاضر حاضر وما بيجيبش لو أنا أخدت فلوس وجدتها يبقى حرام علي لو حاجات البيت وأخدت فلوس من فلوسه يعني آه فأنت عايزة تأخذ فلوس من فلوسه عشان تجيبي حاجات البيت حاجات البيت وحاجات لي أنا خاصة حاجات الخاصة ليكي أمر ضروري المفروض ينفق عليكي بيه تمام لا مش تمام قولي لي آه أو لا يعني دي حاجات مضرورية بالنسبة لك أيوة كويس طيب زي ملابس زي ملابس ما تقدريش خلاص ملابس تتعاد فعلا نجيب ملابس أو عنجيب علاج أو حاجة كده صح كده بالضبط لا علاج بيجيب علاج بيجيب طيب علاج بيجيب بس ملابس لا طيب بتاعنا زي البيوت النظيرة ينفق مثلا عشر تلافة أو خمس تلافة أو سبعة تلافة البيوت النظيرة وهو بيديني تلاتة بس هو مع فلوس أقدر أخذ منه واحد أو اتنين عشان أكمل البيت يبقى زي بقيت البيوت من زي بقيت البيوت اللي أنا بتمنها لا زي بقيت البيوت اللي بيعيشه نفس عشتنا هو ده مسألة خذي ماكفيك والدك بالمعروف في الأشياء اللي انتو محتاجينها اللي محتاج لها البيت والأشياء اللي انتو محتاجاها من الحاجيات التي قد تز الحاجيات التي تعلو في مسألة الحاجية يعني واحد واحدة من الحاجيات مثلا إن هي عايزة مثلا أتاء مكياج مثلا لا ده هو من الحاجيات ده بس لا احنا عايزين الحاجيات الأكثر من ده فإيه اللي حاصل فإذا كان ده مهم في البيت ده أهلا وسهلا فيجوز إن هي تأخذ ماكفيها ولدها بالمعروف يعني مش تاخد ليها بس هي وأولادها ليه لأنه واجب عليه النفق فهو لما أمسك يده فيه في زمته حاجات تانية المفروض ينفق فيها إذا كان هو غني لكن ما ينفعش إن إحنا ناخد مثلا فلوس العهدة بتاعته ما ينفعش أخذ من فلوس العهدة لأن فلوس العهدة دي ده مال حد تاني يعني لو هو معاه فلوس عهدة يبقى ما ينفعش أخذ منها لكن لو هي ماله الخاص ينفع إن أنا أخذ منه ما يكفيني وولدي وما يحتاجه إلى البيت بشكل واضح فدوة تجوز إن أنت تأخذ منه ودوة جاء الشرع ترجمة نانسي قنقر